متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها موضوع مطالب رفع الحصانة هذا الملف الذي أثار جدل واسع تصريح رئيس الجمهورية الأخير بأنه فم 25 مطلب رفع حصانة في مجلس نموي بالشعب في مكتب رئيس المجلس رجل الغانوشي وحمله المسئولية في آخر خطاب له ولكن مستشار رجل الغانوشي كذب رئيس الجمهورية قيس سعيد واليوم سنتعرف على عدد المطالب المودعة بمجلس نواب الشعب للمطالبة برفع الحصانة على عدد من النواب النواب اللي هما معه وضد رفع الحصانة اللي يعتبر أنه رفع الحصانة فيه رفع لهيبة البرلمين وهذا فيه تهرب من القانون ومن المسائلة والطرف آخر يقول اللي النائب هو مواطن وهو يعني مع بقية المواطنين سواسية أمام القانون باش نتعرفوا بالضابط على بعض الفصول في الدستور اللي فيها تناقضات كبيرة بخصوص رفع الحصانة أصلا في هذا الدستور وتلاعب رجل الغانوشي بهذه الملفات وعديد المواضيع الأخرى اللي تهم هذا الملف لكن قبل كل شي فضلا وليس أمرا كان انت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تتفعل الجرس باش توصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم النسي الكل وبتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو اليوم نحكيه على موقع مهم جدا موقع نوايت اللي يحكيه على هذه الملفات المثيرة للجدل في البلاد اليوم مقال لي الصحو في بدر سليم ترابلسي هو صحفي مختص فش أنسيسي والدولي يحكي فيه على وجود بالفعل مطالب لرفع الحصانة في مكتب الرئيس البرلمان رجل الغانوشي قبل كل شي خلينا نحكيه على موقع نوايت شكون هو موقع نوايت شكون اللي يخدم فيه ممد يعني مصدقية هذا الموقع هو موقع تونسي لصحافة المواطن تم انشئه سنة 2004 من قبل سيمي بن الغربية سوفيان القرفيلي رياض القرفيلي والتحق بهم فيما بعد ملك الخضراوي حسب ما يجيه في موقع ويكيبيديا مقره في تونس العاصمة هو منظمة ناشطة يكتب بثلاثة لغات ويتوجه معناها إلى شرائح كبيرة من المجتمع الدولي يكتب العربية يكتب الفرنسية ويكتب زيدة بيئة الإنجليزية تحصل على جائزة مواطن الانترنت لمراسلون بلا حدود وتحصل الزيدة على جائزة أحسن موقع تفاعلي من النقابة الوطنية للصحافين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة سنة 2015 اليوم نحكيه على مطالب رفع الحصانة وهذا الملف المثير للجدل واخلي نقوله اللي خلال الدورة البرلمانية السابقة اللي هي من 2014 إلى 2019 فما عشرين نائب من بين 25 تمسكوا بالحصانة يعني صدرة توجهت 25 مطلب للبرلمان خمسة قبلوا أنهم يرفعوا الحصانة وما يتمسكوش بها وعشرين نائب تمسكوا بها للتهرب من المحاكمة في قضايا فسيد ميلي وقضايا جزائية أخرى وهذا اللي نفهم منه أن نواب البرلمان يسمحوا لنفسهم أنهم يعملوا اللي يحبوا عليه طالما وهما نواب ويحتميوا بالحصانة لأن القضايا هي قضايا فسيد ميلي وقضايا جزائية أخرى والحصانة البرلمانية متعلقة بعمل النائب في المجلس يعني إذا كان يدفع على رأيه وليقدم مقترح ومهما يكون المقترح هذا فإن الحصانة تحميه ولكن البره هو مواطن عادي إذا عمل أي حاجة أي خلل أي جريمة يرتكبها خارج العمل البرلماني فهذا يتحاسب عليه كمواطن عادي الأدهى والأمر أنه البعض من هؤلاء النواب ما زالوا يحتميوا بالحصانة للتهرب من المحاسبة القانونية لماذا؟ لأنه تم انتخابهم مرة أخرى في 2019 بمعنى أنه هما من 2014 عندهم قضاء يحتميوا بالحصانة وبما أنه تمت إعادة انتخابهم في 2019 ما زالوا يحتميوا بهذه الحصانة وفما نواب جدود زادة ما قصروش لتحقوا يعني في الدورة هذه 2019 وأرتكبوا عدة جرائم وهما توا يتمسكوا بالحصانة وهم مطلوبين لدى العدالة بعد أن تقدم القطب القضاء المالي لمجلس النواب بطلبات رفع الحصانة عنهم إلا أنها لم تغادر مكتب رئيس المجلس رجد الغنوشي إلى حد الآن حسب ما جاء في موقع نوات يعني ما زالت هذه المطالب في مكتب رئيس المجلس اللي هو نفئ هذه المعلومات وحركة النهضة طالبت بإنارة رأي العام ومستشاره قال اللي هو مفهمة حتى مطلب ورد على البرلمان لرفع الحصانة ولكن موقع نوات وعديد المواقع الأخرى اللي تأكد هذه المعلومات وطلبات رفع الحصانة اللي تقدمت بها نيابة العمومية ممثلة في وزير العدل البرلمان أثرت عدة ردود فعل ومواقف متبينة بين الناس اللي الطالب بتطبيق العدلة على الجميع وبشكل متسهبي ويعتبروا أنه النائب والمواطن كيف كيف والقانون لازم يطبق عليهم الزوز وبين بعض النواب الأخرين اللي رأوا أنه المطالبة برفع الحصانة فيه مص من هيبة البرلمان وما يلزمش المطالبة بها تكون بشكل علني وفي كل الحالات وهذه المناس اللي نجمون يفهموا اللي هما حاجتهم بالحصانة البرلمانية ويعتبروا أنه النائب فوق القانون وهو لديه حقوق أكثر من المواطن العادي يعمل اللي يحب عليه طالما هو يعني نائب في البرلمان التونسي نأكدوا أنه رئيس الجمهورية كيف أعلن أنه فما 25 مطلب خرج من وزارة العدل هذا كان يعني معلومات ماخذها من وزير العدل شخصيا لكن تم تكذيبه بيقد يجتوا عنا من ملف رفع الحصانة في مجلس نواب الشعب موقع نوايت يؤكد أنه عدد الملفات اللي أحلتها وزارة العدل إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب رجد الغنوشي لطلب رفع الحصانة هي 9 مطالب اتهم 5 نواب يعني فما بعض النواب اللي عندهم أكثر من مطلب رفع حصانة هذا طبعا حسب ما أكدوا المكلف بالاتصال بوزارة العدل سوفيان أسهيلي وبتبعة الحال تسعى مطالب هدومة دون إحصاء مطالب رفع الحصانة اللي ترسلها النيابة العمومية دون المرور بوزارة العدل في نفس السياق أوضح المتحدث باسم القطب القضائي والمالي محسنة ديلي في اتصال هاتفي مع نوايت أنه فما من بين مطالب رفع الحصانة اللي أرسلتها نيابة العمومية لرئاسة المجلس ملفات تتعلق بجرائم فسيد مالي وكل هذه المطالب توضاف لـ 25 مطلب رفع حصانة سبق وانحالها القضاء على مكتب المجلس السابق يعني في الدورة السابقة 2014-2019 ولم يتخلى فيها عن حصانته سوى 5 نواب اللي حكينا عليهم في البداية من بين 25 فما 20 يتمسكوا بالحصانة وفما من النواب اللي اعتصموا بالحصانة من له 7 ملفات جزائية أمام القضاء أنه العشرين نيابة دوما يتمسكوا بالحصانة بناتهم فما شكون عنده 7 ملفات جزائية أمام القضاء حسب ما جاء في كليم وزير العادل في جلسة النظام الداخلي والحصانة داخل البرلمين بتاريخ 2 ماي 2019 بيشتعرفوا حجم الفسيد وهذا الفخ الحصانة اللي يخلي النائب عنده في الدرجة الأولى وهو مواطن فوق العادة في تونس في هذا السيق اتهم الخبير القانوني والدستوري وعضو المجلس التأسيس السابق ربح لخرافي في تصريح إذاعي اتهم رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالتستر على خمسة نواب صدرت بحقهم أحكام جزائية بيت من القطب القضاء والميلي برفضه إحالة قائمة هؤلاء النواب على الكتل البرلمانية للنظر في طلبات رفع الحصانة عنهم وهذا اتهام خطير يفند ويكذب مستشار الغنوشي والغنوشي في تصريحاته وحركة النهضة اللي قالوا ما فم حتى مطلب ورد على البرلمان لرفع الحصانة على بعض النواب فم خمسة نواب صدرت بحقهم أحكام بيتها يعني هذو ما يستحقوا أنه يتم رفع الحصانة عليهم لمحاكمتهم كأي مواطن في تونس لكن الحصانة البرلمانية فم برشة إشكالية اليوم نحكيو عليها في البلاد لأنها تطرح العديد من الإشكالية القانونية أمام العدلة وقت لتتقدم النيابة العمومية بمطالب رفع الحصانة على بعض النواب المتورتين في الغالب في قضايا فساد ميلي وجرائم الإنترنت والجرائم المرورية خصوصا عند تمسكهم بهذه الحصانة لأنه في حالة عدم تمسك بها تسير الإجراءات القضائية بسلسة ويتم أعلى مكتب رئيس المجلس بذلك أما إذا اعتصم النائب بحصانته فعندها تدخل عملية المقاضات في سرديب البرلمان وتصبح مرهونة بمدى جدية وسرعة سير الإجراءات وتفاعل الهيكل البرلماني الخاص بهذا الموضوع وشفنا التماطل في النظر في مطالب رفع الحصانة اللي يحكينا عليهم ثم تنقضات كبيرة في الدستور التونسي على ملف رفع الحصانة ثم زوز فصول في الدستور هما اللي يحكيوا على رفع الحصانة الدستور التونسي ينظم مسئلة الحصانة البرلمانية للنواب داخل مجلس نواب الشعب والفصلين اللي نحكيوا عليهم هما الفصل 68 والفصل 69 اللي هما متنقضين كيفاش؟ المشكلة اللي فما نوع من المفارقة في نصوص الفصلين المذكورين إذ ينص الفصل 68 من الدستور على أنه لا يمكن القيام بأي تتبع قضاء ضد عضو بمجلس نواب الشعب بتهم تتعلق بمهامه أنيابية في المجلس سواء كانت أراء أو اقتراحات وهو ما يفهم منه أن الحصانة البرلمانية مرتبطة أساسا بأعمال النائب داخل المجلس ولا علاقة لها بجرائم الحق العام والجرائم الجزائية التي يرتكبها النائب بعيدا عن مهامه أنيابية وهذا هو الأسلم والصحيح أنه النائب عنده حصانة على أفكاره وعلى مقترحاته كل ما يتعلق بعمله داخل البرلمان العمل التشريعي هذا من حقه أنه فما حصانة تحميه من الناس ربما تحب تصنصره من الناس تحب تسجنه على فكرة على مقترحة على قانون على حاجة وهذا معمول به في كل دول العالم إما أنه الحصانة البرلمانية تولي يعني تمنع القضاء التونسي من مقاضات نائب ارتكب جرائم حق عام البرة وإلا فساد ميلي وإلا غيرورة وهذا ما عنده حتى معنى هذا اللي نص عليه الفصل تسعة وستين اللي يتعارض مع الفصل ثمانية وستين بما أنه يقر بحصانة النائب من التتبعات الجزائية وقضايا الحق العام المتعلقة بالفساد الميلي وغيرها الفصل تسعة وستين يحمي النائب من التتبعات القضائية المتعلقة بالفساد الميلي وبقضايا حق عام والتتبعات الجزائية وغيرها ما لم يقبل الإحالة على القضاء إذا كان هو يتمسك بالحصانة فإنه عنده الحصانة تحميه مهما يرتكب فساد ميلي يتورد في قضايا حق عام اللي هو كيف يتمسك بالحصانة القضاء يولي مكبل من جمش يقاضي هذا النائب وهذا فيه إشكال كبير لعليقة له بعمل البرلمين النائب هو مواطن إذا أجرمه فإنه يحاكم كبقية المواطن كما ينص الفصل تسعة وستين على إيقاف النائب في حالة تلبس بجريمة وخاصة هذه أتهم بها النائب سيف الدين مخلوف في حديثة المطار غزوة المطار هذا ما سمي بغزوة المطار وقته هو في حالة تلبس في حالة هيجين في مطار قرتاج وعمل الفوضى هذيك الكل اللي شفناها وتبعناه لفيدا في ذكرها برشانيس وبرشانويب قالوا لما لم يتم تطبيق القانون عليه بسيفته هو مورت في جريمة وهو متلبس الفصل تسعة وستين من الدستور يقال يقع في هذه الحالة أعلام رئيس المجلس وينتهي الإيقاف في الحال إذا طالب مكتب المجلس بذلك حتى لو كان يتم إيقافه فإنه ليس لمدة الإجراءات لازم يتم أعلام رئيس المجلس ورئيس المكتب المجلس يجتمع وإذا طالب بإطلاق صراحة نائم فإنه يتم إطلاق صراحه وهذا فيه تهيون كبير برشا مع تطبيق القانون ضد النواب لو نحكيه على رفع الحصانة كيفش يتم وش نوع المراحل اللي يتم بها رفع الحصانة في البرلمان بحسب النظام الداخلي البرلمان في الفصل 29 من الباب الرابع فإنه رفع الحصانة يتم على أربعة مراحل تبدأ بوصول ملف الإحالة اللي تتقدم به نيابة العمومية باسم وزير العدل للمجلس ثم ينظر فيه مكتب رئيس المجلس ويقرر إما إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة أو رفله شكلا في البداية في صورة ما قبله وسيتم إحالته على لجنة الحصانة فإنه يتم استدعاء النائب المعني بطلب رفع الحصانة أو عضو مجلس شعب آخر ينوبه ويتم السماع إليه وأعداد تقرير في ذرف 15 يوم ثم تقديمه لمكتب رئيس المجلس وبعد أن ينظر فيه مكتب المجلس يقوم بإحالته على الجلسة العامة للتصويت برفع الحصانة أو عدم رفعها في الجلسة العامة في جلسة للجنة نظام الداخلي والحصانة يوم الأربعة أثمانية جام في 2020 دع أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضاء اللجنة لتنقيح نظام الداخلي البرلمان وتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقنين مسألة حصانة النائب وضبطها بمعايير أكثر وضوحا بش نتفديه اللبس اللي أحكينا عليه قبيلة واللي هو أنه النائب عنده الحصانة المطلقة لنحبه الحصانة تكون واضحة وقتيش النائب تكون عنده حصانة وقتيش كي يعمل أي جريمة أخرى يكون كمواطن عادي ومن الترقوش أصلا لملف الحصانة هذه كعليش تمت المطالبة بتقنين مسألة الحصانة وضبطها بمعايير أكثر وضوحا حتى لا يتفصى النائب من مسؤوليتي أمام القضاء فهل تأخذ هذه الدعوة بجدية وتتحوى لمبادرة تشريعية تنقش في جلسة عامة أم أن تقرير الجلسة سيقبر في أرشيف البرلمين ويتواصل إفلات النواب من المحاسبة والعقابة ترجمة نانسي قنقر